أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول في حديث الحوض يُرَدُّ أقوامٌ ويُقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فهل هذا الإحداث يا صاحب الفضيلة هو في أهل البدع خاصة أم حتى في أهل الكبائر والذنوب في أهل الردة وإذا ورد في الحديث إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم هذا في أهل الردة والعياذ بالله الذين ارتدوا عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم وكم يرتد عن دين الرسول بالمئات بل بالآلاف يرتدون عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم